قلوات المجد للأطفال أمان لطفلك وراحة لبالك فهين 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 نعم ما بالك هكذا تجلس وتنام لماذا تجلس هنا أنا لست نائما أنا مستقص جدا لقد عينتك حارسا على المكتب ما الفائدة إن كنت نائما أنا لست نائما إذن ماذا أنا أنام مثل الزعاب هكذا انظر هكذا تنام إذن أين كنت بي فهيم نعم استيقظ نعم أنت أحارس هذه المكتبة ماذا بها هذه المكتبة أنا أحارس لأمين وأنا لم أنم ولكني أغفل مثل الزعاب هكذا أنا نائما تأغفل مثل الزعاب قم ما استيقظ وقل لي من أخذ بقية الكتب من هنا من أخذ بقية الكتب لا أحد يجرأ أن يأتي إلى هنا ما دمت أنا حارسا على هذه المكتبة أنت حارس ولكنك نائم ولكني لم أتحرك من مكاني ولا أحد يأتي إلى هنا من قال لك ذلك إذن أين الكتب هناك كتب إنجليزية وكتب عربية لم أجدها هنا الكتب الجديدة أنظر هنا 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 الكتب فارغة أين الكتب أين كتب؟ أين كتب؟ أين كتب؟ أين زهبت؟ لا 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 أجل أنس أستعين بأصدقائي المحققين هل حقيقاً زهبت كتب؟ أين هم أصدقائي؟ عبد الملك عبد العزيز أين هم؟ عبد الملك عبد العزيز سليم السلام عليكم ورحمة الله ما هذا؟ بتعد أبريم ها؟ بتعد أبتعد أجواء خاصة تحقيق ما هذا؟ بتعدوا 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 عبد الملك وعبد العزيز سيبققاني بالأمر أأتي هنا ابتعد ابتعد هذا إجراء خاص بالتحقيق ما هذا الذي تبتديه وهذا شباك لابس الشباك لا أعلم أصمت نعم صمت حقيقه في الأمر حقيقه في الأمر بالتأكيد نحن لا يمكن لمجرم أن يهرو منا من فضلك يا سلامين هل أنت جاهز لابس الحقيقي يا عبد الملك نعم نحوة محقق هيا بنا يا عبد الملك يا الله يا عبد الملك ما هذا ما هذا تعدي له هناك ماذا تفعلون أنتم أصمت انظر سيساعدنا بإمسك بالصارق إنه كتاب إنجليزي كتاب إنجليزي كتاب إنجليزي أمر غريب وعجيب تعال تعال دعهم يحققوا يا فهيم لا تكلمهم حققوا ومحقوا ومطقوا نعم نعم دعهم يحققوا ماذا ماذا بك اسم سليم مكتوب على هذا الكتاب اسم سليم مكتوب على هذا الكتاب لا يعني أن سليم هو من يأخذ الكتب نعم يبدو أن سليم هو من يأخذ الكتب لا 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 سلامين اتصل على سليم فهو مطلوب التحقيق انتظروا انتظروا ولكن كيف أتى كتاب سليم إلى هنا هذا نحن نريد التحقيق من فضلك يا فهيم دعا سلامين كيف أتى الكتاب وهو لم يأتي أنتم تتهمون سليم الآن بالسرقة نعم اذا هو الذي تشكون به نعم انك فاطين وزكي جدا اتصل اتصل الان اين أنت يا سليم سليم يا سليم نريدك لخمس دقائق يا سليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا أصدقائي هل أنتم بصحة جيدة نعم الحمد لله صديقي سليم أهلا بك صديقي عبد الملك عبد الملك هناك صديقي سليم صديقي عبد الملك أهلا بك عبد العزيز صديقي بالتأكيد فهو بأنه مجموعة توتر وليار عزيز صديقي انتظروا انتظروا اذهبوا احضر الكتاب ما شأنكم هكذا تهجبون علي أو سلامي ننتظري انتظر شوف نريك الآن لن يكون الاجتماع ببعض الأسئلة لمردة خمس دقائق هكذا فقط صديقي سليم نعم صديقي عبد الملك إنتظروا من فضلكم هل هذا الكتاب لك؟ تعال سؤال انظر هذا الكتاب وجدته في مكتبتي وانظر إلى اسمك هنا سليم سليم ماذا؟ سعد نحن نحقق فنحققه معك سعد لا تبتعد دعي الكتاب عن فضلك نحن الآن نحقق معك أجيب بكل صراحة ولا تكذب لأنك سوف تندم هل تحب قراءة الكتب الإنجليزية؟ أحب قراءة كل الكتب بلا استثناء هل هذا الكتاب لك أم لا؟ ربما إنه يشبه كتابي بل هو هذا كتابك حقا؟ نعم أعطني إياه وشكرا لكم شكرا لكم لم ننتهي بعد نحن لم ننتهي بعد يا صديقي وماذا أيضا؟ نحن نتهمك بسرقة الكتب لا أذكر لا أذكر لا أذكر ربما أحضرته معي في الأسبوع الماضي كيف أتى هذا الكتاب إلى هنا؟ يا عبد العزيز يا عبد الملك ماذا تريدون بي دعوني وشأني؟ اعترف ولا سوف أقبب عليك وسلمك الشرطة اعترف بماذا تتهمني يا عبد الملك يا صديقي؟ اعترف بسرعة أنت من قمت بسرقة هذه الكتب اعترف ولا سوف أسلمك للشرطة اعترف اعترف ولن أسلمك للشرطة اعترف ولن أسلمك للشرطة أريد أن أسألك سؤالا واحدا فقط أنتم تهجمون علي هذا لا ينبغي دعني أسألك سؤالا واحدا فقط تفضل كيف أتى هذا الكتاب إلى هنا؟ مع العلم يا سيادة القاضي المحقق أصمت سوف أقبض عليك أنت أيضا ستقبض عليك اعترف ولا سوف أقبض عليك وأسلمك للشرطة بسرعة أعترف البكاء لن يجدي نفعان أعترف وحقا أنا الذي أخذ الكتب آسف آسفي عم أمين لقد اضطررت إلى مهلك أرجوك سامحني تكين ما هو اعترف أنا بالنسبة لي يا سليم لا بأس أن أسامحك لكن قد عينت فهيم حارسا لهذه المكتبة وأنت أخذته على حين غفلة وأخذت الكتب هذا لا يمكن يا سليم لا يمكن يا سليم أن تفعل هذا أنا بالنسبة لي قد سامحتك ولكن ماذا أقول فهيم الآن وأيضا أنا ألوم فهيم ولماذا أنت تبكي عندما تتحدث لأني غاضب منكما أنتما الإثنان أنتما أعضاء هذه المكتبة الرائعة أنت تنام أستاذ أمين وهو يأخذ الكتب أنا كنت محرج مما فعلته في حق فهيم ولم أرغب في المجيء إلى المكتبة ومقابلته واحتجت إلى بعض الكتب ففعلت ذلك اعترف إلا لن أأخذك إلى الشرطة اعترف اعترف شكرا لك يا عبد الملك وشكرا يا عبد العزيز على هذا التحقيق الرائع ولكن سليم نعم سليم نعم ماذا تريد من سليم أنت وأنا المظلوم نعم هذه مكتبتي يا فهيم مكتبتك ولكني أنا المظلوم أنت المظلوم فدعني أنا أأخذ حقك أنا مظلوم ولست مظلوم أنت مظلوم ولست مظلوم ما هذا أنا مظلوم أنت مظلوم ومظلوم ومظلوم نعم من الذي صدمك سيارة صدمتك؟ أم أمين وأستظرافه الجميل إذن أنت تقول أنا مصدوم أم أنك فجعت بهذه الحادثة ما معنى فجعتك؟ أي أنك حزنت حزنا شديدا وما معنى شديدا؟ كثيرا وما معنى كثيرا؟ يعني بقدر هذه المكتبة وما معنى بقدري؟ بقدري يعني بمقاسي هذه ما شاء الله أنت تعلم كثيرا في المعاني إذن كان معنا فقرة جاوب واستشير من عم أمين ولقد تتركنا إلى موضوع آخر غيرا موضوع الذي ظلماني فيه سليم هذا بمناسبة الكتب التي سرقها بدون إذن بدون إذن بدون إذن من عم أمين نعم دون إذن دون إذن من عم أمين نعم ولماذا يفعلوا يا عم أمين ويأخذ الكتب ويذهب هباء سدى منصورا هكذا في الأرض وليس له مكانا هو أخطأ لكن قال السبب قال هو لا يريد أن يقابلك لأنه غاضب منك فجاء هكذا على حين غفل وأخذ الكتب على كل حال أنا سامحته هل أنت تسامح؟ لا أنا مصدوم ومظلوم مصدوم ومظلوم نعم علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع ترجمة نانسي قنقر